طيب نسيب بقى افريقيا ونروح للدوري العام اللي هينطلق غدا بمشيئة الرحمن بكرة عندنا مبارتين في الدوري العام المصري عندنا وادي دجلة والانتاج الحربي دي الساعة خمسة ثم ساعة تسعة مصر المقاصة واسموحة يوم السبت في الجولة السبع تاشر وهي ختام الدور الاول للدوري ساعة سبع مساء المصري امام طلاع الجيش ساعة تسعة مساء الاسماعيلي مع سراميكا كليوباترا مباراة للمشاهدة لانه هي اول مباراة يقودها ايهاب جلال يوم الاثنين تختتم هذه الجولة ساعة سبع مساء بمباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب جولة دي فيها ثلاث لقاءات موجلة غاز المحلة وبيراميدز الزمالك والبنك الاهلي اسوان والنادي الاهلي ده طبعا للمشاركات الافريقية لبيراميدز والزمالك والاهلي افكركم الاول بجدول ترتيب الدوري العام اكيد انتوا نسيتوا نادي الزمالك في المركز الاول برصيد تلاتة وتلاتين نقطة من اربعتاشر مباراة الاهلي التاني برصيد سبع وعشر نقطة من حداشر مباراة يعني ايه الكلام ده يعني لو فاز في التلات مباريات المؤجلة بتسعة نقطة عالسبعة وعشرين يبقوا ستة وتلاتين يعني عدي الزمالك بتلات نقاط ده لو فاز في التلات مباراة بيراميدز التالت برصيد خمسة وعشر نقطة من خمستاشر مباراة تحاد سكندري الرابع برصيد خمسة وعشر نقطة من ستاشر مباراة امبي الخامس اربعة وعشر نقطة من خمستاشر مباراة مصر المقصة السادس اربعة وعشر نقطة من خمستاشر مباراة المصر السابع تلاتة وعشر نقطة من خمستاشر مباراة سموحة الثامن 22 نقطة من 15 مباراة غز المحلة التاسع 22 نقطة من 16 مباراة الجونة العاشر 21 نقطة من 15 مباراة سيراميكا الحداشر 21 نقطة من 16 مباراة أسوان الاثناشر 17 نقطة من 16 مباراة المقولون العرب الثلاثناشر 15 نقطة من 16 مباراة طلاع الجيش الاربعتاشر عنده 16 عنده 14 نقطة من 16 مباراة البنك الاهل الخمستاشر 14 نقطة من 16 مباراة ودي دجلة في المركز الستاشر عنده 12 نقطة من 16 مباراة ثم الاسماعيلي في المركز الستاشر 11 نقطة من 16 مباراة وفي المركز الاخير الانتاج الحربي 10 نقطة من 15 مباراة